أقيمت بطولة الفارس الدولية بمشاركة 17 دولة استعرضت فيها الفرق فنون الفروسية دعونا نتابع إن كانت الصورة من الحاضر رجال يمططون صهوات الجياد فالتقاليد هذه جاءت من زمن تكللت فيه الرجولة تختال على الخيول التي كان العرب أهلها وكانوا ربعا للرماية والقتال بيد تقود الخيل وأخرى ترم الرماح اليوم جاءت بعدهم مهارات كورية هنغارية وتركية تعلمت الرماية مستدة ساعدها رامية السهام من على صهوات الخيول الاحتكاك والتواصل مع العالم تتبنى وجهة نظر عادات وتقاليد تخلطها مع عاداتك وتقاليدك لتقدم على الميادين الرياضية أجمل ما تستطيع أن تقدم لباس الفارس التقليدي وأسلحته التي تليق بفروسيته وصهوة جواده تباهى بها العرب والغرب مستعرضين فنون الحياة من حب وحرب عدسة الام بي سي تمايلت على خطى الخيول وسهام فرسانها أنا سعيد بهذه المشاركة الأولى في الأردن وهذا شرف لي ومن الجميل جدا تبادل الثقافات الغربية مع الشرقية سبع عشرة دولة أجنبية رأت في مشاركتها هذه أمجاد العربي تتجلى على صهوات الخيول أمجاد لو تعود ما كان الرشاش وما كانت الدبابات والقنابل لتقف في وجه عربي فارس يمتطي صهوة خيل عربي أصيل من الزمان القديم منذ ذلك الوقت الغابر شهدت صهوة الحصان سفرة وترحالة وبطولات الفرسان الكواسر ومن عليها زفة العروس وقرعت طبول الحرب فعرف العرب وعرفتهم الخيل والليل والبيداء ومن هنا تعاد تلك الأيام في مشاهد عماد العضايل لإم بي سي عمان تابع في الختام